ارتفعت حصيلة المصابين بتسمم جماعي بالدار البيضاء إلى ثلاثين حالة في حين ترقد حالات أخرى بالمستشفى تحت المراقبة الطبية الضرورية بعد إخضاعها للتحاليل ومدها بالأدوية التسمم سببه الخبز العجيب أو المعروف لدى المغاربة بالنثل والذيذ والنيل يتجاوز ثمنه عشرة درهم حالات التسمم جماعي جعلت المستشفى الإقليمي بنمسيك بمدينة الدار البيضاء يعيش حالة السلفار قصوى بعد أن توافت عليه منذ ليلة أمس الأربعاء عدد من المصابين بالتسمم نتيجة تناولهم الخبز العجيب أجريت الفحوصات للمصابين قبل أن يتم توجيه البعض منهم إلى قسم العناية المركزة بعد تلقيحهم صاحب الأكلة العجيبة يمتلك محلا لبيع المأكولات بالقرب من قصر يتسبت بعد أن فتحه قبل شهر ونصف قبل أن يتم إيقافه من طرف رجال الشرطة بسبب تسببه في تسمم جماعي لمجموعة من الأشخاص وعدم احترامه للمعايير المعمول بها في محلات الوجبات السريعة من بينها شروط السلامة والجودة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر